اهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج بوزات والبداية مع الفنانة الدنيا باتما لانتشرات اخبار كتزعم تعرضها الازمة صحية بسبب دخولها في ادراب عن الطعام الاخبار وحسب متادر بوزات عارية تماما من الصحة والفنانة المغربية بصحة جيدة وما دخلت حتى شيء ادراب عن الطعام اما في خصوص نسلك تسأله حول امكانية صفاتها من العفو الملكي فانسمع المحمد المديني رئيس المركز الوطني الحقوق لانسان ومفجر قضية حمزة مونبيبي طبعا لديك العفو الملكي تبقى رهين دل جلالة الملك والجلال المكلفة جلالة الملك والمناسبات نعم بالضعاء دياله بالعفو الملكي مثل العيادة الوطنية والدينية بمعنى ان هذه الجلالة المكلفة تترفع جميع الناس لديك طلبات للعفو الدول الملكي وتتبقى الملكي بقاليه القرار يقالي جاء عفو ملكي ادرا لوضعية الاجتماعية بحكم انها كأم نبقى دائما مع الفنانة دنيا باتما ونمروا لتساؤل اخر كنترحل كثير من نشطاء مواقع تواصل الاجتماعي وليك يقول واش الى تنزلات سعيدة شرف يمكن دنيا باتما تغادر السجن نعود انستمعوا المديمي ولا الرد يالوف هالخصوص لا هذه التنزل تكون في مرحلة بزائية أو حتى في الاستناف لنا سعيدة شرف يمكن لتنزلات المطالب المدنية ولكن الدعوة العموية تقيمة النيابة العامة دائما مثل شبت النقر ولا ميرف نهائي قاضي بقوة شيء مقذيبه حتى ان سعيدة شرفة نفذات المطالب المدنية اذا لاحق لها قاعدة تكلم فهد الميلف لاحق لها هنا دكشرة تسال المطالب المدنية خرجت لها مبالغ مالية ومشا نفذتها اخذتها اذا ببقىش عند الحق قاعدة تكلم فهد الميلف طب تتعاوض على الجريمة تعاوض طيما هاديا نفتين امور ديالك اذا اذاك الضرر عندك تعاوض عليه ماليا ومشي يا بوحدة لمشتكي ومشي يا بوحدة المتضررة ونمشي وعند المخرس سعيد خلاف ليحذر مسابعي على الفيسبوك من شخص كي تعي انه موديل كاتنج الخاص باحد افلامه اجتيدة واللي كيجرب انه ينصب على الفنانين الشباب من الراغبين في حصول على فرصة في مجال التمثيل بوزا بتوصل مع سعيد خلاف وصوله حول امكانية لجوءه الى القضاء وهكذا كان جواب ديالو ما كنظنش انا هادي ندير شي خطوة قضائية اولا غالبا غيكون شي شخص من خلال الاسلوب ديالو وذلك المساجات ديالو كيبان بقي صغير وانا ما تعطينيش نفسين ادي شي واحدة على خطوة متهورة من طرفه دونك حشو ما انه دول الانسان عندنا كاستينك في واحدة المدينة وتخليهي تنقل من مدينة لمدينة وما عارض شوش كان كي نصب يعني كان يعني بقصد تحرش جينسي ولله عدي ما عندي شي حاجة متأكده غير المهم انا ما حدش اصيف شي موقف انني نقادي شي واحد كان المقصود من دكتدوينه هو نقول لناس يردوا البال ونختمو حلقة اليوم خبرك يتعلق بعودة الفنان فيصل عزيزي لاثارة الجدل من خلال صورة مخلة بالحياء لتقسم مؤخرا عبر حسابه على الانستغرام شي اللي عرضو الهجوم كبير واتهام بالتعي وراء البرز وشهد صورة ممكن انها تسبب مسابعة عزيزي قانونيا هذا شي اللي غادي جاوبنا عليه لأستاذ محمد آلمو الصور اللي كتنشرف وسائل توصول اجتماعي لبعض الاشخاص اللي كيبانوا فيها اما عريلين كاملين ولا بملابس داخلية او ملابس محتشمة في اوضع حميم يعتقد انها مخلة بالحياء العام لان المجتمع المغربي مجتمع المحافظ لا زال يعتبر هاته المشاهد مخلة بالحياء العام يقدر تصور ملابس داخلية في البحر مقبولة في اماكن السباحة مقبولة ولكي باش تصورها في بيت النعاس ديالك ولا في غرف النوم ولا بشكل يعني فيها اثارة جنسية واظهار الاعضاء الحميمية يشكلوا جريمة لاخلال العلني بالحياء العام وتستوعبها مقتضيات الفصل الرعمية وثلاثة وثلاثة وثمانية من القانون الجنائي بهذا الخبار كانت سيوى على نهاية حلقة اليوم من برنامج بسات شكرا على المسابعة وإلى اللقاء